طبعا أنا عايز أحرك الفتر اللي فات دي كلها عملنا إيه في اتحاد الكرة حسب شغلك ولكن سؤال كده على الهامش عشان أخده أقطبس من حرارك مصطلح قولته دلوقتي هو الإرث الرياضي أو الإرث الإداري ماذا ترك لك نيلو في إنجادة من إرث الرياضي أو إرث إداري داخل اتحاد الكرة زيرو 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 ولا حاجة ولا حاجة ولا حاجة ولا حاجة هو عدد دي في اتحاد الكرة وبقى قعد تقريبا سنة ونص أو سنة وأربع شهور تقريبا سنة ونص وبياخد راتب كبير بياخد راتب كبير جدا جدا لكن إيه اللي تركه أنا عادت معاه يعني عادت معاه طلبت أن أجلس معاه كان موجود مع الأساس جمال علام وقال لي في إنجادة هنا قلت له ممكن أعود معاه وفعلا عادت معاه وطبعا عادت مع الدكتور محمود سعد عادت مع الكابتن شطة عادت مع المديرين الفنين السابقين الوحيد اللي أنا عادت معاه ومستفدتش منه أي حاجة كان هو لأن أنا عادت معاه حضرك طب إيه البلان اللي كنت ماشي عليه طب إيه الخطط اللي كنت ماشي عليه طب إيه الطموحات اللي كنت ماشي عليه كان كل تفكيره القسم الثاني يبقى مجموعة واحدة المنتخب للهواة وده اتعاملت منتخب الهواة والمجموعة الواحدة دي نتكلمنا فيها في مصر كتير جدا لكن ما هواش كان في أي شغل فني شكرا للمشاهدة